بسم الله الرحمن الرحيم سادة الأكارم ويوفنا الأعزاء جمهورنا العزيز كل باسمه وعنوانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مدينة الرماد العزيزة وفي منطقتنا تحديدا وأنه ليس عدني ويشرفني أن يقف بينكم مرحبا وشاكرا في ذات الوقت أخواني الأعزاء إن مؤتمرنا وهذا وهو مؤتمر يخص المعارضة الإيجابية في محافظة الأنبار هذه المعارضة التي تنتقد السيء وتتكامل مع الإيجاب والإنجاز الصحيح لقد اجتمعنا على أن نكون سندا لكل من يعمل خيرا لهذه المحافظة ونكون عينا ترصد الخطأ وتشخصه ولا تهاب في قول الحق لو ما تلائم نحن ننتقد الظواهر التي وصلت إلى حد التجاوز على المثابات والشخصيات المحترمة وما قضية التعدي على أمير قبيلة الجميلة الشيخ ستار له منا كل الاحترام إلا أحد هذه الانتقادات التي نتبناها ونعمل عليها حيث تم التجاوز على رمز لقبيلة عريقة من قبائل الأنبار الكريمة وغير ذلك من الظواهر والأمور التي سنعمل ما تمكننا على مواجهتها وعلى الوصول بالأنبار بشكل عام والرمادي بشكل خاص إلى المستوى الذي نطمحه لها وبما يليق بأهلها الكبار لأن أهل الأنبار كبار ويستحقون كل عمل كبير سواء هذا العمل عمراني أو خدمي أو اجتماعي أو رفع قدر أهلها العالي كلما كان قدر أهلها أعلى نعمل على رفعه إلى مرتبة أعلى أرحب بكم مرة ثانية وأتمنى أن نلتقي بكم في مؤتمرنا القادم إن شاء الله قريبا وفي منطقة الفلوجة وفي مدينة الفلوجة العزيزة تحياتي لكم ووفقنا الله وإياكم لخدمة أهلنا ومحافظتنا بما يليق باسمها العريق وبما يليق بأهلها الكرام التي نضع مصلحتهم في حدقات عيوننا كلنا اجتمعنا على هذا الهدف سنعمل عليه ولا نلتفت إلى كل الإساءات التي تمت وبردود أفعال صبيانية لا تليق بأي شخص من أهل الأنبار إلا بفاعليها لا يستطيع أن يفعلها شخص إلا من قام بها أما عداه فكل أهل الأنبار كرام ولا يعملون ولا يترددون في قول كلمة الحق تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة